إن ترشيد الطاقة أسلوب حياة إحنا يعني ابتدنا نتعلمها مؤخرة لكن قبل كده كنا بنشتري أجهزة غير موفرة للطاقة والبيوت زي ما دلوقتي بقيت بتحاول تشتري أجهزة عليها بطاقة طاقة ذكية لكن الأجهزة القديمة اللي لسه شغالة موجودة في البيوت إزاي نستخدم أجهزتنا بشكل تتبعي بشكل ما يأثرش على التحميل العام وفي نفس الوقت نبقى قادرين نحافظ على وجود الأجهزة وشغالة في بيوتنا عادي بسم الله الرحمن الرحيم في الأول يعني زي ما حضراتكو بتأكدته على إن الترشيد هو أسلوب حياة عايزين نفرق بين حاجتين بين سلوكيات الناس وده اللي هو يعتبر ترشيد سلوكي وبين تحسين كفاءة الطاقة يعني البطاقة بتاعة الطاقة اللي بتبقى الملصق على المعدات والأجهزة إذا كانت اللاجات أو تكيفات أو غسلات فولوتوماتيك أو أي أن كان دي بطاقة بيتم لصقها بناء على أداء تحليل أداء وأختبارات بتثبت أن هذه المعدة تعمل بكفاءة عالية فيبقى أول حاجة أن نحن عايزين نشتغل على سلوكيات ونشتغل على تحسين كفاءة الطاقة موضوع اللي قال عليه الدكتور علي أن يبقى فيه صالة منورة وما لا تستخدم هنا فيه بقى أجهزة زكية بيتم يبقى سنسور موجود بحيث أن لو القاعة فاضية تطفي الأنوار أول محدة هيدخل في القاعة تبدأ تنور ودي أعتقد تجربة وموجودة في الفنادة النهاردة ما تبقى ماشي في كوريدور في فندو والحاجة تلاقي اللمبة اللي قدامك تنور واللمبة اللي ورقتك في اللمبة وهكذا فالتكنولوجيا لازم تستخدم إحنا ترشيد الطاقة بنتكلم فيه من أنا طبعا يعني طالع معاش من وزارة الكهراء ويعني عملنا العديد من البرامج على ترشيد الطاقة إلا إن بقدر ما هو سلوكيات أنت مش هتقدر يعني تحسم هذا الأمر بدون ما يبقى فيه جهة تنفزه والدولة أصدرت قانون اللي هو 87 لعام 2015 وكان محدد وواضح أن هناك مسؤول لكفاءة الطاقة ومراجعة الطاقة في المؤسسات والمنظمات الكبيرة إحنا للأسف الشديد ده مش موجود لم يفعل حتى الآن ده مفروض يبقى مفعل لأنه هيساعدني